بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم النهاردة رسالتنا رسالة مؤثرة لأنه لازم نسمعها والحقيقة في رسالتنا النهاردة كل مشاهد بيشوفنا أرجوك اسمع النصيحة اسمعها وفندها وشوف صح ولا غلط لكن اسمعها والحقيقة أنه الإنسان لما بيسمع غيره وبيسمع النصايح بيستفيد حتى لو فندها ولقاها نصيحة مش صح بس المهمة لك أنت سمعته وحطها في خبراتك ويمكن تستخدمها بعدين في أماكن تانية في مواقف تانية بس اسمع النصيحة النهاردة هنعرف من فضلت الشيخ حافظ عبد الحليم إيه هي النصيحة وإيه هي فايدتها في حياتنا ومين هو المفروض ينصحنا ونسمعه وإزاي النصيحة تقدم صح وهذه النصيحة دي لازم تكون أمينة أسئلة كتيرة لنهاردة هنواجهها لفضلت الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزر الشريف أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضركك أستاذ الميد فضلت الشيخ طبعا كل فترة بنحب نعمل حلقة عن النصيحة لأن النصيحة غالية جدا دي حقيقة والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن الناصح الأمين وزي ممكن يكون عندنا أمانة المرة دي أنا عايزة أتكلم مع حضرتك عن سماع النصيحة أي يعني الطريقة بتفرق في عرض النصيحة طبعا طبعا أنا بقول حضرك إمام الشافعي كان بيقولي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعة يعني أنا برفض أصلا الكلام ده أن أنت تقعد تكلمني يعني كأنه وبخته أيوة ولازم المستنصح يشعر من الناصح أنه هو مش أحسن منه أنا مش ضروري إن أنا عشان بنصحك في عمر إن أنا يكون أفضل منك إن أنا موقعتش في المشكلة لأن غالبا اللي بيبقى محتاج للنصيحة وخصوصا إذا كان هو محتاج لها ومن قلبه فعلا محتاج لها وجالك لحد عندك بيبقى هو أصلا في كسرة من جواه حصلت في حياته في شرح حصل في حياته ممكن يكون عنده عالم وخبرات بس عند نفسه ما بيعرفش ينصح نفسه دي حقيقة صح زي ناس كتير جدا طيب الأمر اللي بعد كده في مسألة النصيحة هو أتجنب نصيحة مين أنا بقى بستقبل نصيحة دي حاجات قلناها لللي بينصح يبقى اللي بينصح يختار الوقت المناسب يكون في شفقة ورحمة ولي أنه هو ما يتعمدش النصح أمام الناس أو الفضيحة المستنصح بقى المستنصح أو الشخص اللي هو بيستقبل النصيحة اللي عايز النصيحة هو كمان بيتغفر فيه صفات مهمة جدا الأمر الأول إنه لا يرد النصيحة أبدا لا يرد النصيحة حتى أن العرب كانت تقول كده من رد النصيحة رأى الفضيحة يعني ده بكلام العرب يعني رد النصيحة يعني مثلا يقوله مش عايز منك أي معلومات مش ضروري يكون بيقولها باللسان ممكن يردها باللسان يصدوا يعني وممكن يصدوا بطريقة معينة وممكن أصلا يقفل ودانه عن سماع النصيحة سبس محلنا بعد الفاصل نكمل الشروط أو شكل الإنسان اللي يستقبل النصيحة إيه ويكون مستقبلها كده ويعمل بيها فضلي فاصل وانعود إليكم